طب هنا بقى بيجي ناس كتير مثلا بيبقى عندهم مثلا بعض الايام اللي كانت عليهم من شهر رمضان فريضة نعم فييجوا يقولوا خلاص احنا هنستغل الايام دي بنية صيام الاعمال الصالحة من الاعمال الجيدة اللي تفعل في هذه الايام وفي نفس وقت بنية انه هو فريضة فعلي جزء هنا بقى الجمع ما بين يعني نيتين ولا لا لو هصوم كفريضة يبقى فريضة وهل لازم لو نويت الصيام ابناوي من بالليل زي صيام الفرد ولا ينفع مثلا الصحية لقيت نفسي الحمد لله مثلا حالتي كويسة فاقولي يلا انا هكمل اليوم صيام طيب بداية كده لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها خلاص انا كان عندي ظروف او عندي عزر في شهر رمضان بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة وزال هذا العزر يجب علي الصوم اصبح الصوم واجب في حقي من وقتها ما ينفعش اخر ستين يوم علشان اقول الحق هذه الايام الا اذا كنت اصلا معذور يعني مرأة مثلا مردع وكانت تفتر في رمضان بسبب هذا العزر واستمر هذا العزر معها لحتى هذه الايام تقولك انا هصوم بها علشان ايه عشان فضل الايام لا لو هتصوم عشان فضل الايام الفريضة اولى الفريضة الاول سنة حتى لو مثلا هأجلها شوية صومة في الشتاء يكون الحر كصر يكون اليوم بأعصير شوية انا بقول لا يجوز تأخير الفريضة ما دونت استطيع فما لهاش علاقة باب اليوم قصير او اليوم طويل انا ما اخرهاش لو اليوم طول كده او لو الحر قد كده برضو بس انا اقدر لازم اصوم الله ينور عليك نعم صح كده انا قادر خلاص يبقى هصوم ما ينفعش اخرها طيب اخرتها وهصوم دلوقت ما ينفعش نيجي جمع النية ما بين الفريضة والسنة يجوز الجمع بين سنة وسنة يعني اصوم اتنين وخميس وفي نفس الوقت تلاتاشر وربعتاشر وخمستاشر وفي نفس الوقت اه يجوز يعني حتى ده اجمعهم مع الندر يعني مثلا ايه ان ندرت الندر فريضة الندر فريضة يعني برضو ده يبقى لوحده والصيام ده الواحده والقضاء لوحده بس كده اه اللي عايز اقول لحضرتك ستات كتير جدا 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 يا شيخنا وعايزين يعملوا ده ان انا اجمع ما بين الستة يام البيض ما بين الايام اللي علي مابين ان انا نادرة مش عالوا دي في الله سوم كله الكلام ده كان بيجي لنا في لجنة الفتوى كتير فعلا في هذه الايام كله بقى عاوز يسدد عاوز يلحق يجمع كل حاجة افصل ما بين الفريضة وما بين السنة السنن دمع فيها براحتة يجمعوا شيخنا كده وان شاء الله دي هتنزل مخصوص على السوشيال ميديا لكل الستات اللي عايزة تجمع ما بين الستة البيض والقضاء اللي عليها او العشر الايام من زلحج او اللي كانت نادرة نادر لنادر فريضة كل ده يا جماعة ما ينفعش كل حاجة سنيها بنيتها زي ما قال شيخنا الفضل تفضل لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها وافصل ما بين الفريضة وما بين السنة قضاء رمضان هذه فريضة الوفاء بالنذر فريضة ثم بعد ذلك خلاص خلصت الفرائد بتحتي او مثلا لو واحد كان عنده عزر في شهر رمضان برضو وعليه قضاء هذه ايضا فريضة كل هذه فرائد لكن خلاص جنا بقى للسنن انا في العشر الاول من زلحجة هجمع العشر الاول من زلحجة وصيام الاثنين والخميس صيام يوم وافطر يوم تلات نوايا هوم صيام طويل يوم طويل حره اليوم القيامة جمع بقى عدد سنن برحتك يعني يقولك المسلم تاجر نيات يا عدد نيات يعني لا يحاسبك احد في النيات السنة برحتك لكن الفريضة لا 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 الارجح هو الفصل ما بين الفريضة والسنة دي حاجة يعني انا دلوقتي مثلا انا هبسطها للاستاذ المشاهدين نفترض انا دلوقتي عاوز اصلي الفجر هصلي السنة سنة الصبح وما ركعتين الفجر انا ملحقتش وجيتها خلاص داخل على الصلاة ينفع اجمع نية في النية ما بين الفريضة وما بين السنة لا 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 ذلك كذلك كذلك برضو في صلاة المغرب صلاة العشاء ما ينفعش أجمع ما بين النياتين السنة وفريضة ركعتين سنة و prompts ما ينفعش و انا بضربothermal مثل بالصبح لان الراكعتين لا بليه السنة لا بليه ركعتين وهو ركعتين طاب وينفع أجمع السنة بnaeه الفريضة ما ينفعش كذلك في الصيام كذلك في الصيام كذلك يعني في الحج يوم الحج نفسه ينفع Scroll Heyibi mäings ond title لا طبعا Hey imply هي دي فريضة ودي سنة أفصل ما بين الفريضة والسنة أنا علي أيام في شهر رمضان واجب علي أن أصوم هذه الأيام ثم إذا تبقت لي أيام أو تبقت لي طاقة أصوم السنن برحتي بس أدي الفرض العليا الأول جدا يا شخنا بصراحة ولازم فعلا ناخد الأمر ده بعين الاعتبار